اشتركوا في القناة في ظل المتغيرات البيئية العالمية منويها بمستوى التنظيم المتميز والجهود المبذولة للوصول إلى إيجاد أرضية مشتركة توحد الرؤى العالمية لضمان تحقيق الاستدامة المائية وأشار الوزير حميدان خلال اللقاء إلى جهود حكومة البحرين في تحقيق الاستدامة للموارد المائية والتحول للطاقة المستدامة مستعرضاً للستراتيجيات والمبادرات الوطنية لخفض الانبعاث الكربوني بنسبة 30% بحلول عام 2035 وصولاً للحياد الكربوني عام 2060 ترجمة نانسي قنقر